متعلقة بالتطوير في الذات فعلى بركة الله بعد ما رحبنا بكم جميعا الآن إن شاء الله نمشو مباشرة إلى دورتنا مع اللقاء اليوم اللقاء الرابع بعد اللقاء أيني واللقاء الثاني بنسبالية إن شاء الله تستمر قافلة في سياقها تطوير الذات وتحصيل إن شاء الله الهدف الأسماع الذي نسعى إليه وهو أن نكون فعلا أقدر على تحقيق الأهداف وتحقيق الرسالة وفي نفس الوقت إعانة الغير على ذلك إذن كشي مستعد الفيديو معنا بركة الله محبا إذن إن شاء الله نطقوا الفيديو غالي ندرجو مرات لشوفو حوله تنوطيو شنو هي الأبعاد لتستردوا من هذا الفيديو ومن بعد النقش إن شاء الله في وقت محدد إن شاء الله رب العالمي يا بركة نشوف الفيديو إن شاء الله يا بركة نشوف الفيديو يا بركة نشوف الفيديو مرات نشوف الفيديو لتنطيب لنضيف البوز هنا لكي تخرج العمل ليس موظف إدارة لكي شكرته لذلك يقوم بها هذه الأساسية اشتركوا في القناة 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 اختيار طريقة تحديد المسار فهو اختر السيارة لكن عندما اختر السيارة مشاك يقلب علياش يعني كينقي اي سيارة قدامه الفوتسفاغن في المانيا لقاش الفيديو الفوتسفاغن كرم كيتشابو طح هو نيشان طح عناك المكان قولو ففي السياق ديال وهذا كي يذكرني باول فيديو او اول شاريت كمنا عرضوا سيحة سنة في البداية ديال انسان غاي طور داتو او غاي كون مدريب او غاي كوتش يعني فين خسو ياخد المادة ديالتو النقطة اخرى لاش ملاح توالو فاش كان كي يدير اعمال باش نقي طبعا السيارة دالبش اعمال دالها اللي هي اعمال شو شوية خرج على النطق المعقول وخرج على النطق ديال رزانة التعقول من ديال لحثو هاد الامر فاش كان اولا نو تكجب بطرابل ديالو كاش يتكجب بطرابل ديالو كاش يتكجب بطرابل ديالو وعلا ستغانية هادك نقطة او بما يكونوا وراق يكونوا شاكات يكونوا وراق عتم هاده يكونوا او تقريرات كثيرة وبدك ينقي بطرابل ديالو او البرسي ديالو كنبسي ديالو كنبسي ديالو فهدا نقطة اخرى نقطة أخرى، لقد أخذت بأنني كان يحق الججاج الطموب الذي يخسره يخسر روتروفيزوري، يخسر الججاج السيارة ثم الطريقة لقد أخذت بأنني كان يحتيكاك السيارة سيخسر الأمور التي لا يشتبقها في حالة ساوية لقد أخذت بأنني أزلق، سيتهررس ربما يعني أنني كنت أدرك في ساوية أو الرجلية أو لا تخاف عليها بشيء الفرسي يعلموا الله ! إذن في الأخير، ما نرغبنا؟ نرغبنا أنه أنني سأريكا على التليكمود لكي يبدأ يسوق السيارة يتفاجر أنها السيارة ليست 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 لي ويأتي أشعر أنها هي المركبة على التليكمود دعما في اكتجاه السيارة التي كان عليها أن يضم أنها السيارة عاد دار الجال الخران مرة الثالثة وكي عاود مرات مصدقش لم يصدق فالخلاص أحبابي الكرام يعني لحتوا معايا أننا أحيانا كان نكون في غفلة عن الأولويات أو ما يسمى فقه الأولويات شنية واحد شنية جوج شنية ثلاثة في حياتي ما هو الاستثمار الأسمى الذي يمكن أن نستثمره نحن دائما نقولها وقت قولها كمدربين وكناس يطورون غيره في المستقبل إن شاء الله قريب أن أحسن استثمار وأجل استثمار وأستثمار هو الاستثمار في الذات حياتك تستثمار في ذاتك كي يكون ما تبقى كله بخير وإذا نسيت الاستثمار في الذات يعني المحيط أو انتهى الزوجة من سبيل الأخوات معنا الأزواج ديالهم الأبناء المحيط العمل تحركة ديالك لن يكون على ما يرام ما دام أهملت الاستثمار في الذات ديالك لهي رأس المال ديالك لهي يعني مرضى عن نقطة الانتلاق التغيير التغيير أي تغيير يبدأ من الذات هذا السيد هذا في الفيديو يعطينا إشارة أو صورة مصغرة حدث وقع لكن كي يبيننا أن السوء فهم فقه الأولويات وترتيب الأولويات يضعنا في متاهة وفي ضياع وفي تيه وفي يعني ديبو صوري مشكلة الاتجاه الصحيح ومن ثم أحبابي الكرام الفيديو وما نستشفه منه بزر الحويج يكفينا أننا فعلا نكونوا خذين على الأقل وحدة وحدة الصورة منه ولذلك لو أنكم فعلا لما تشوفوا مرة أخيرة وتأخذوا منه يعني آخر الصور شوفوا الآن الحركة ديالته اللي غير دير في البداية ومن بعد شغل يدير العوت نحضر تردد هنا كي دي العمل بيدي كي يلقي البرتال كما لحضر تقبيله طبعا في حالة شكورك هاو شوش كي دير نحضر أعمال اللي كتقد هنا برغول يدير هنا طاحة فاش غير طاحة هنا هنا ممكن وقالي شو حاجة شعاء شو لاحظوا كل أعمال اللي قام بها أعمال غير معقولة وبالتالي النتيجة السفر النتيجة هاو ما تيقش هذا الذي يقع لنا أحيانا ما كان تيقوش شنو واقع لنا وما كان عرفوش شنو يعني بينا إذا حباب الكرام شو دابن الموضوع دينا شاء الله رب العالمين اليوم حباب الكرام غالي نديرو إطلالة أولى على مسألة الدات لأن ما يتعلق بالدات دينا هو المرة اللي فات أو نهار الجمعة تكلمنا على الإدراك وقلنا على الإنسان الدات البشرية الكائن الإنساني أنه عبارة على إدراكات على مفاهم على رؤى على تصورات وإحنا شيئا فشيئا ما تمشيوا معي أنا إحنا قد نسيس حسن مبغاليل يعني هو كي تناول أشياء معينة وأنا كانت نسيس جانب لمعين آخر تلاحظوا باللي قد يكون تكامل طبعا نحن نحن نتشارسينه وبدورها مركبة تركيب مدروس إذن شفنا الإدراك الآن سنرى واحد إطلال على مفاهم الدات ونضعه ثمانين اللي عدتكم تطبعو الورقة حتى لما زل مطمعاش ولا بعد غير يدير دائرة ونخدموه إن شاء الله في ورقة تكون قدام كلا ما تطبعتش الورقة اللي سفتنا إذن فهم يا ردد شوز شنا هو مفاهم الدات حبابي الكارب طبعا ممكن نقول واحد مسألة أول شي سنقلع الكاميرا في الجنب هنا باش تخطينا كتابة أن إلا عرفنا شنه الذات لأن كثير كثير من الناس يخلطوا بين الكيان نقوله الكيان بشري كذات بين شخصية وبين كلمة الذات نتناولوها اليوم من باب الدراسة النفسية وعلم النفس نتكلمو على مفهوم الذات مش باش نتفلسف لا باش نمشيو الجانب ديال كيف نطور ذات بعد ما نعرفو الكون ديالها ونعرفو شنه الذات ديالنا السلف كونسبت اللي هو مفهوم الذات شنه بدأت نقول لكم أحباب الكرام وراكم صادة العالفين أن إلا عرفنا الذات شكون هي غدي يسهل علينا نطوروها غدي يسهل علينا عرفو القسامات ديالها وإلا كانت غيبة علينا إحنا الجانب العلمي الجانب الآخر اللي كانت تكلموا عليه الجانب الشريعة أول شي كان بدأوا بالنس اللي درسوا الجامعة كيعرفوا هذا شي أول ما كيبدأ المفهوم اللي كيدرسوا كيدروا في لغة واصطلاح هي أول شي كي تسمى لغتنا المفهوم دياله واصطلاح بمعنى المستعمل والرائج في استعمال دياله عاد كيبدأ الأكاديمي أو اللي كيدر الدكتورة أو اللي كيدر البحث كيبدأ عاد في البحث دياله حتى كيحدد المفاهيم كيحدد المعنى عاد كيبني عليه التصور ويبني عليه أمور أخرى اللي غتجي منعد منه كان قول لكم أحبتي الكرام هيك الصوت باي مزيان أكوه غادي معاي مزيان واتخ عشرونس لأن دائما يمشوا بساعة ساعة باش إن شاء الله تكون خير الأداء أعمالي أدوام وهو إنقل إذن عندنا حجر أساس حباً الكرام في بناء الشخصية المفهوم الدات المسؤول أول عن السلوك الفرد كلما كان المفهوم ديالك على رأسك كان واضح كتكون فعلا واحد لديغيكسيو واحد لديغيكسيو كتكون الصوت الفرد في السلوك دياله طبعاً ويحدد ويمظدم السلوك في علم النفس حباً الكرام في علم النفس يقسمه الدات الجواني الجانب اللي أول يقولك object يعني مفهوم الدات ديالنا هي موضوع un sujet عشنا هذا في الاتجاهات هذه الإدراكات ديالك المشاعر ديالك ومازال يشوفون في المقدمة إن شاء الله في درس جاية والتقييم ديالك انت وديالك انت لداتك كموضوع دات كموضوع أي الفكرة ديالتك على نفسك وقد نشوفوش كيسم ما يعمل النفس بعد أقلي الجانب الآخر اللي كي يضم الدات هو عملية بمعنى الدات هو شي يعني فاعل شي حاجة اللي كتتحرك ما وقفاش في كل وقت كتأخذ أفكار جديدة كتأخذ إدراكات جديدة كتتذكر أمور الماضي إذن هي كموضوع بمعنى شي حاجة اللي السيجي الفكرة ديالتك نتا ملت دات على داتك وفي نفس الوقت هي في حركة دائمة حركة ديالتلقي حركة ديالتتفاعل حركة ديالتإدراكات الجديدة أنتم في كل نهار في كل دقيقة داب الآن دخلتم على القاعة الآن ديالزوم إحنا في دورة تطوير الدات أنتم الآن في إطار إضافة أشياء وإدراكات جديدة الإدراكات اللي عندكم عندكم الآن واحد الميتابوليزم في تفكير الآن كنت تفكروا بذلك كنت تحركش حاجة بذلك الآن عمليات معينة نفسية سلوكية فكرية لذلك الأبعاد الثلاث التي تتكلمنا عليهم المرة اللي فات الفكر والمشاعر والسانتيمو والسلوك الكيبان في الظاهر إذن دات عندها هذه الأبعاد بجوج البشرة أحبب الكرام والبشرة الكبيرة لنحمد عليها الله سبحانه وتعالى هو أن هذا المفهوم قابل للتعديل والتطوير الأبعاد دي لبجوج قابل للتعديل والتطوير كمنظرة ديالتي قد نغير أفكار ديالي على رأسي وقابل للتغيير والتطوير كعملية تفاعل وإدراك ويعني تلقي وتفاعل مع الواقع الذي أعيش فيه فهو قابل للتطوير فهد البعدين وأفضل طريقة لإحداث التغيير في السلوك هو تكون بإحداث التغيير في مفهوم الذات كموضوع وكعملية كموضوع وكعملية يعني ما تقمتوش من هذا المصطلح حتى ربما كتبان شوية العلم النفس غريبة ولا لكن إحنا كمدربين أو كناس قبل أن يكونوا مدربين غير مع عدواتنا يجب أن نكون لدينا من كل لون الطرف وخام سنطبقات شيء على رأسينا مزين تكون عندي معلومات اللي نسميه إحنا علوم الشريعة نسميه المعلوم من الشيء بالضرورة إذا إذا مثلا تقبل على شيء عمل معين ستكتعرف لحد عدنا الآن بخلنا في رمضان وإذا فقه في الصيام كان في الصيام أغلبة الناس ما أنا كيسوموم الحمد المسلمين لا يقبل لكن عارفين ما يسمى المعلوم من فقه الصيام بالضرورة عارفين لحد الآن ما كي يتحركوا فقه يفتروا فقه يكسروا الصيام فقه يقفوا المكلة عش نلنسوا وش يديروا عارفين هذه الأشياء سبحات متداولة ومعروفة فالآن نحن إطار تصوير الدات ديالنا لنحن نتبع حروف أمور نعم وإن كان ما كان كرهو لنحن نتبع حروف لأن العلم زيان لكن خذوا الآن تدرج ستفهموا الأشياء رويدا رويدا هنا كيف يجي عندنا الكرام المفهوم الدات كالقاء أنهم يتقسمنا عند الناس لسنفين طبعا كل عنده مفهوم إيجابي بوزيتيف للدات ديالو وكل عنده مفهوم سلبي للدات ديالو أشنو كيعطي هذا المفهوم البعدين إذا كان بعد إيجابي وهو ما ينسب إليه الأن في دورتنا كيعطي صحة نفسية صحة نفسية بمعنى إنسان كيكون ان بون نمير كيكون إنسان متوازن كيكون إنسان مستقر ما كتكون عنده على مستوى والانفعالات ديالو عنده الدكاء العاطفي والدكاء الانفعالي مزيان كيكون سليم من كل أمراض اللي قلنا على المرة اللي فات أن الصدمات النفسية والتربات النفسية والعدم وجود صحة نفسية كيعطي أمراض اللي يحفظ عضوية ثم النقطة الثانية في الجانب الإيجابي كين توافق نفسي والتوافق النفسي ما زال كان شرحوه دابا وجدنا عمقو فيه الرؤية ثم كين الأمر اللي هو مهم جدا تقبل وتقدير الذات تقبل راسك تقبل راسك مزيان علاش لأن التقبل اللي يعني الرئيضة أنا نتقبل ذاتي الآن وكوش ندير كنطورها لكن كن رافض ذاتي صغط على راسي هذا اللي يجعلني أنا نكون في طيراب يعني مستمر أما الله يحفظ الجانب السلبي اللي بغينا نتجنبه طبعا هو عكس ما قلنا سابقا طيراب عدم تقبل سوء التوافق عدم تقدير الذات واذا يعطينا في متاعات الإنسان كتلقى أنه غير مستقر ولا يعيش حياة اللي خصوة يعيشها طبعا طبعا جانب دي 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 نعم مقوش الزف الجانب دي النظري مفهوم بدأت الآن في ثلاثة آلعا الوعد الأول ما يسمى اللي قلنا قلنا مرحبا هل تتكلم هو ما يسمى الذات المدركة مدركة personal self اللي هي نسا كيفاش تحرك في المجتمع ما نقول مثالية ideal self اللي هي ما نصب إليه مضحوة الآن الانترنت كنحسوب الناس كي تتكون نكتو كي يمشيوا كان هذه المشكلة لها دية الانترنت مفهوم الله غير قاش خطني إذن هذو ثلاثة نجو نشوف أحباب الكرام ماذا يعني ماذا تعني كل واحدة اللولانية ماذا كون هي كيفاش كنشوف هات ثلاثة كيفاش كنشوف هم ها هم عند نحباب الكرام دات الاجتماعية هي اللي كتتعاب بها في المحيط مع الناس يلي بين الناس أو اللي تعلقها بالسلوك الظاهري ديالك وهي احباب الكرام اللي كتتسمى الشخصية لك ما كنزربش حباب الكرام مزيئ تتبعين معايا نعم زيان زيان يلي كنش سؤال وقفون احباب الكرام قلت ان الدوات في تقسيم ديالها رمش يتعام هدا سدوات شخصية ولا تريبل بارسونالي نو نو غير الانسان في اي موحيت في اي بلاسة كيتتعامل التعامل مع اي عنده تعامل مع داته كيفش كيش ترسو هذي كبتتحرك مع دايما تعامل مع الوصوصيال دياله كتسمى دات الاجتماعية وعنده دات مثالية أي اللي بغاها يكون عليها في المستقبل والتي يتمنى أو يصبو ويسعى لكي يكونها في المستقبل شنية الشخصية الشخصية هي فقط الذات الاجتماعية أما الذات العميقة هي المكونة الذات المدركة والذات اللي انت كتسع عليها وتحلم تكون عليها شنية الدس حمي الكرام المدركة هيا كنش الحوضة ماش نسأل هذه المقاطة الذات الحقيقية أو الذات المدركة هي الصورة الحقيقية التي يرى الفرد بها نفسه كمش تشوف الراسك كمش تشوف الراسك كيفش تقوم ذاتك كيفش عندك النظرة والأفكار ديرك على نفسك على حياتك على سلوكياتك على شخصيتك على أفكارك على مشاعرك كمش تشوف الراسك هاد النظرة هادي أو هاد الصورة كتسمى الذات المدركة أي التي تدركها أنت عن نفسك وطبعا هاد النظرة هادي قد تتعرض للمغالات والجفا قد تتعرض للمغالات والجفا وطبعا ما أحد يدخل وخرج للمغالات المغالات المغالات لا أعطي مشكلة عنده فعلا أقل علي حتى ما أحد الأحبة لو ينسح يدير في مدركة السعب الحق يقف في مكان معين أو دور الآن نحن نرى هادي تشوف هادي نحن ندر الاحتياط للسجيلة على كل حد إذن قلنا دات المدركة هي نظرتك والصورة التي ترى بها نفسك وبطبيعة الحال قد تتعرض هذه الصورة للمغالات والجفا حالش مثلا مثلا أنت تدرك ما تعرضك عن ذاتك أن لديك قدرة متوسطة على مخاطبة الجمهور من اسمها الأحبة اللي بغير دورات بغير التوت كتقول أنا أنا عرف هادي 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 لأن المواقف التي وضعت فيها التحدد وقالتك أنتغومة بسيشي الصدماء فجعلتك أنك تحكم على رأسك بأنك أنت غير يعني 50-50 في الخطاب ربما تكون عندك كنوز المخاطبة عنك قدرات وعندك طاقات لكن صلحات من نظرة على رأسك نظرة فيها نوع من الجفاء ونوع من المغالط لماذا؟ لأنك قدرتي نظرة على رأسك اللي هي ربما مجاربة الحقيقة وخليتي رأسك في إطار هذه النظرة اللي هي الدات المدركة وهنا في تحقوص هما بالكرا أن الدات المدركة رأها فعلا تشكل نقطة نعطاف عن بوين در فليكسيون فاش في حياتنا في قراراتنا في الأدف دينا إنسان لم يقدرش ذاته أو معارش ذاته القدرة اللي فيها أو يقع في نوع من المغالات والجفاء مع نفسه شيء طبيعي أنه سيبقى يضربه يزقل سيبقى يضربه وينوض لكن إذا راجع هذا الشيء أريد أن نشوفه في الدورة دينا راجع هذه الدات المدركة وهذه النظرة وهذه الصورة سيأخذ نظرة أخرى ويصحح ويسمع عنده الدات المدركة بصورة الإيجابية السيد اسمحني السيد 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 المدركة نقصده بها هنا هي الثقة في النفس فيها تتضمنها صحيح لأن المصطلحات كلها مترادفة تشكل الثقة بالنفس جزء من الدات المدركة حسنا كنت في فؤاد كنت الجانب ما يتعلق بالجانب تقدير الدات احترام الدات ففيها ثقة بالنفس طبعا وفيه فدات المدركة هي كمشك تشوف رأسك معطيك مثلا مع التلام اللي كان قرره سابقا ما قلش كان قرره كان قرره أستاذ أنا ما عنده مع المط أنا ما عنده مع الفيزيك أنا ما عنده معك هذا يبقى يعطي أحكام معينة بعد فكتدين الكوتشين سكولير لأننا في المركز كتدين الكوتشين سكولير كتجيبو كتقسم معها جلاسات معينة كتسبقت تلقلوا الأضواء على بعض الأمور لما كان عندك كمبيتنس مهارات يبقى يبقى تجهاد في الرياضيات كيغير ذلك النظرة ذيالته لدات ذياله في وقت كان يغالي وعنده نوع من الجافاء تجهاداته ذلك المادة صباح يقول لك أنا كلي تيقى كما قد أستفؤاد وكلي كان قدر ذاتي أنا قدر نجيب نتعجم زيانة ونبقى شمط عندي فوبي في الرياضيات الآن صبحت مقدام لأن كان قلتين من ذلك النظرة الأولى اللي كان دير هبتو تريده معين إلى حليس اللي قدامه بدأ كيشوف النظرة جديدة وهذا واحد بيكرار اللي يبغين إحنا الآن إحنا غدين فيه كان نبنيو شوية على دوتنا باش نبنى خلينا نمشي مع هذا المفهوم كي أعطيكم الآن شنية الدس في المفاهيم اللي عندنا في علم النفس وهذا اللي معتمد في الدراسات هو هذا شي نقول لكم آخر ما في المدرسة النفسية كار روجرس مع مسلو وجد طبعا المدرسة الأخيرة اللي ما زال عاد كتب الور مدرسة الروحية اللي هي مدرسة جديدة في علم النفس ويمدرسة الرابعة بعد مدرسة السلوكية اللولة القديمة مراه المدرسة النفسية دي فريد ومن معه ثالثة دي تكار روجرس مع مسلو كلا نظر كأنه مجي الإسلام لأنه كيف فعلا هذا الأمر يطلق الدراسة الأكاديمية والآن ما زال يتبلور الأمر ما يسمى المدرسة دي الروحية ستتكلم عن الطاقة وعلى أشياء كتير جدا فيما يتعلق بالنفس البشرية وهذه مدرسة جديدة الآن مدرسة الرابعة والغريب أنها جاء الامتحاد السوفيتي يعني يقودها مجموعة من الرواد مجموعة من العلماء والأكاديميين منهم باديم زيلاند وغيره وغيره من الناس قد تأتي الأمر إن شاء الله سنتكلموا على الجانب النفسي قد ينشروا بعض الأمر إن شاء الله في السيق دينا إن شاء الله دازت نساعد نكمل هذه بيش ندرس التمريد دينا إذن عندنا دات لولة النفس كيف هو المستوى ديالك كيف تشوف الدراس باختصار وهي الصورة التي تشوفها بهنفسك أو الفكرة التي تأخذ على داتك عندنا نوع الثاني للدات الدات الاجتماعية أو الدات العامة كيف هي نحن بالكرام هي الشخصية باختصار شخصيتك وهي الدات التي نسمح للآخرين بمعرفتي بمعرفتي عننا لابن أقول لكم عن المسألة باش نضحكوا شوية وتكونوا معي في السياق أنا قد نكون داخل مع زوجتي والذات كان لعب كان نضحك كان نقسم الشورط نتحرك كله ولكن لماذا نخرج من الجلس العلمي بالشورط لماذا نخرج من الجلس العلمي بالشورط أو نضير الخطوة بالشورط لا يمكن لأي نخرج مثلا الشارع نشد مثلا بوزة ولبستك شورط مطلق هنا فبحكم راح للمقام معين راح دور معين ديني وانك تسمحش رأسك تدير شي حويج تدير رفض داع مش لأنك خيف بالناس لا لأنك هذا الذي تسمح به للناس أن يروا كبير إذن هذه تسمى الدات الاجتماعية أو الدات العامة في الغالي به الدات هذه ما تتعبر على الدات الحقيقية هي بروتوكولات بريستيج كيف تعلم عن الناس كيف تدير القهوة وتحط القهوة ديك والدات ربعي ديك قد شوف تلفازة بواحد القلسة معينة تمشي مع دارك تدير قسم مع كيف دير تصراح ولا أظهرك تدير شي شي بوزيسي واحد أخرى فبدأ الحقيقية أو كيف تسمح في الأسرة ديالك ومع داتك هذا الشيء لكن الدات الاجتماعية أو صورة الاجتماعية هي صورة أخرى وهي تسميها شخصية وكلمة شخصية أصرف اللغة العربية هي جيم الشخص أي البروز أو الظهور كما في قوله تعالى في قرآن الكريم يعني فإذا هي شاخصة أبصر الذين كفر شنه شاخصة شاخصة أي ظاهرة يوم القيامة كتتقع عنهم بالخلعة أو بالترقب للسخور موسيقى الدات المتالية هي اللي بارزة الفوق يعني كسبان للناس وهي الشخصية الدات المودراتة الداخل ديالك فشحر موسيقى ما كيعرفش كيف تشوف رأسك إنت والدات المتالية حتى هي شي حاجة اللي تصورت ديالك أداف ديالك إذا اللحظوا معي مزيان والدات العميقة هي اللي في الداخل ديالك فأنت تشغيم عراسك كيف كيف تشوف رأسك احتران الدات قدير الدات الصورة الداتية تتغى تتغى إدراكات المشاعر ثم عندك واحد بجيكتيف بغيت نتقل من وضعية إلى وضعية جديدة إذن عندنا هنا واحد واحد التساج من هادي الهادي هو اللي غدي يشوفوه مع السيح حسان في التخطيط وفي الشغف وفي الرؤية وفي الخطة للحياة ديالك كيف تنتقل مما أنت فيه إلى ما تصو إليه طبعا فتل الاجتماعي تبقى دائما كائنا لأن تتعامل تتحرك هذي يشوفو ما هو الرشد ديالنا تتعامل مع عدو بثلاثة إذن أستاذ أستاذ نحن لك أنا نسبة اليدات الاجتماعية عندي فيها نقطة وأنه عكين عدد الناس الآن اللي تتلقاه في المجتمع تظهروا بواحد شخصية لتتبان أنها شخصية عادية وشخصية إيتاليا ولكن داخل البيوت ديالهم مع الأفراد الأسرة ديالهم هو شخص مختلف تماما وهذه تتعامل الأزواج ديالهم زوجات ديالهم ولدتهم تقول لك أنا الوليد ديالي تنشوف مع الأصدقاء مثلا كيف شي تتكلم كيف شي تحاور ولكن في الدار هو شخص مغير تماما ما عنده تعالقاء بذلك الشخص اللي شتيه إذن هذا حال سنقول عنده جوج ووجود وهذه ومجدات أن شتيههم ناس اللي تتعامل على والديهم تقول لك أن هذا بل شتيه في القهوة وكيف كان تتعامل معك هذا كيف يالي لو شتيه في الدار صحيح ممتاز هذه يا سي فؤاد مزيان جبتي واذكرتني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم العلاقة الزوجية ماذا يقول خيركم خيركم لأهله صراته السلام ليس لعمق دي المسألة بنعنا خيركم على الإطلاق في المجتمع وخيركم لأهله بنعنا فش كيف يدخل الدار كتبان لدفه دياله كيبان النرفزة دياله كيبان طيبوبة ديالته لك طيب بمعنا كيبان على حقيقته أما بالراكم ما قلت قبل الساعة في هاد بريستيج أنسان كغلاس ويدار ويدار ويدحق في التلفون وهذه 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 هدت الاجتماعية هو دكشي لكي يسمح الناس يشوفوا به وطبعا يقد يكون منافق اجتماعيا لم يش نقوله منافق بالنفاق المعروف في العقيدة لقش النفاق فيه وفيه النفاق الذي تتكلم عليه الإسلام والقرآن هو النفاق الإيماني أي إنسان كي يبيه الإيمان وكي يخبع الكفر وصحة المصطلح بالنفاق أو دلوجهين كي تستعم يقولك النفاق الاجتماعي النفاق السياسي النفاق كذا فقط كلمة نفاق ديلها بين مزدوجتين لأنها ربما تخرج عن النفاق بشتأسات لها أول مرة فالنفاق هو هذا يعني القياس قد نقولها على الجنب الاجتماعي وفعلا السفؤاد اللي قلت هو اللي كين هو أن فعلا الإنسان ما كي يسمحش إلا لأشياء يبتمل المجتمع وقد يكون كدير في ضيح داخل البيت دياله أو في العمل دياله أو معاداته ولكن الله سبحانه تعالى عليم بذات الصدور هذا مزدوجة شخصية هذا نعم نعم فعلا هذا مزدوجة شخصية فعلا لما نشوف ديال ديالها وما هو الوضع تزوين ديالها وكي تقاربوا معضيتهم وكي تداخلوا وكي يصبح تقريبا نقطة التلاقي الانترسكسيون ديالها أكبر سمك تكون تعلن للتوازن الشخصية هنندوز هنندوز إشعالله ونتكلموا على الأمر نرعو للموضوع ديالنا شفنا شخصية قلنا ذات الاجتماعيات ذات المدركات إذا إذا ذات الاجتماعية هي المدركات والتصورات يعني والشخص كي يعتقد أنه كي يعتقد أو كي يسمح باش نخلين يشوفوا عليها المدركة قلناها والميثالية قلناها باشغن نقلل الآن هنا هذو ثلاثة أحبار بالكرة هذو ثلاثة يعني باش كي يكون تطوير دياله باشي يشرب الإنسان بيداته باشي يطوره يطوره بتحقيق الوعي الذاتي وإدارة الذاتي شفنا باشي حسان نمط التفكير أو بوصرة التفكير مع هيرمن نقيس هيرمن وهذا أعطينا واحد الجزء لما نرى الجزء أخرين ديال الوعي الذاتي بديل كنا نعرف رأسنا شفنا 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 غالبا عنا واشا ببا واشا ولا ببا ولا سا ولا دي واش حنا على حسر بتقسيم ديال سبيري واش حنا دوش ولا أدغوات واش كان نغلبو الجانب تفكير التحليل تتغى وللجانب العاطفة تتغى بديك نكتشفو دواتنا نعرفو نفسو نفسنا بدينا من ثم بديك نشوفو الأمور على حقيقتها شيئا في شيئا شيئا في شيئا على دواتنا إذن الدات المدركة هي نظرتك لذاتك باش تطورها تزيد تعمق الوعي الذاتي باش تصبح عندك إدارة الدات الدات المثالية دات المدركة عن شوية اجتماعية وهي اشنو بغيتي باش كتصوب هادي التخطيط الاستراتيجي الشخصي هنا الشخصي مش الشخصية فقط اصحار الخطأ ما يبقاش خطأ هنا إذن بديت هنا التخطيط الاستراتيجي الشخصي وهو كتعلق بالأمور الشخصية خطة حياتك حياتك تعرف ماذا تدير التتامن ماذا تدير اما الأمر اللي هو الثالث وهو الدات الاجتماعية هذه كما درسي في الوازد دي بخير واكد عليها هذه اللي خرجت علينا السفؤات هذه خرجت علينا خرجات علينا العربية كتلقى الناس الناس هل تدير شخصية هل تدير عرس هل تدير هل تدير شاب أو أسرة حفل أو حفل أو حفل أو حفل أو حفل الناس هي الدات المدركة وتحاول تقربها الدات المثالية كي تطلع عند المجتمع متوازن الدات الحقيقية ما عندك لا طلعات لا هرطات لديو الوجهين لا والو انت كما انت الداخل كما انت براء كما انت مع أهلك كما انت مع الناس هناك يوصلنا على التوازن اشكي تطلب من نحب بيكرام في الدات الاجتماعية يكون عندك الدكاء الاجتماعي او الدكاء العاطفي مع الناس وهو فهم الآخرين وكما عندك تواصل كومينيكاسيون الصور دياله اللي تحقق لك المنفعة وتحقيق الهدف ديالك اذا مع الناس تواصل يعني اللي يدرك فراسك العلاقة ما عندك ما تدير به اذا درات العلاقات هي تطورها باش تصبح لك ينشي لك السياق لتحقيق الهدف ديالك وتحقق السعادة ديال الدنيا والآخرة سير لي كي عرضك او كي بيرتل بيك طريق او كده وخاص السلام عليكم عليكم السلام وصد عليه طاقة السيلي بيك تجمي عنده ما عندك ما تدير معه وهذا اما يفتح الباب على مسرعي على مسألة السلاة الرحيم وهذا اما كله خليونا نوصل ان شاء الله الجانب الاجتماعي وقدم عن مقوفة الرؤية بإذن الله سبراك عز وجل اذا دات الاجتماعية دات المدراكة دات المثالية عندك النقطة الحمراء الوسط هذي يجب أن نسعو بمعنى ما يكونش ما تكون صغيرة عش نوخ نديرو خصنا ننسعو هذي هذي البلاصة هذي بين الدات المدراكة والدات المثالية نقاو نقربو عش نقاو نوصلو للجانب ديال الدات اللي بغينا نوصلو لها والاهداف اللي بغينا نحققوها وما تكونش عنك ما تلاحظ لتحت إلا كانت هناك واحد النوع ديال تباعد بين الدات المدراكة والدات المثالية اللي بتجي طبعا بالتجربة وبالخطة وتترا كتكون عدم التوافق نفسي وإلا كنتي قربت بديك تتقارب بالخطة بالمجاهدة بالدراسة بالدورة التكوينية بالطبيق بالجهاد الأكبر اللي هو جهاد النفس غير توصل تحقق ما يسمى وهي التوافق النفسي ومن هذا الجانب أحباب الكرام كم قوم على أننا الصوت تصيبوه أمشا في لغة الماكياج بدون روتوشات تخرج حقيقي والنبي والنبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا أعطى المثال عظيم فهذا المسألة ديالت أننا فعلا نخرجوا للقوم ديالنا قال كي يقولهم للصحباء دعوني أخرج إلى قومي سالم الصدر أخرج إلى بهذا ديال الدات الاجتماعية يعني أحسن حاجة قلت بأن الإنسان يوصل للدات الحقيقية هي تكون بدون روتوشات وهذا تعني على أن الإنسان كل موصل لمرحلة النج أو المجتمع كل موصل لمرحلة النج أننا بالفعل تلقاوا هذه الدات الحقيقية واش عادي نقارنوا العالم المتخلف العالم العربي ونقارنوه بالعالم اللي تنعتبره العالم المتقدم واش بالفعل أنا عاشرة ناس أنا هيف رحلات ديالي فاش كنت فوحد ديالت لقيت أطباء ومن تنقلس وتنتعرف مع هذا أستاذ جامعي هذا طبيب هذا مهندس تنطرح سؤال تنقل كيفاش هالطبيب تهو قلس معي في الكمبين ولا هدا مهندس تهو قلس معي في المكان البسيط أنا سعبقي طاليب وربما الآن أعطيتني واحد الجواب هو أن الناس وصلوا الواحد النج وما يشوف الشكل الخارجي بحل تنشوفه اليوم وعطي نتي مثال للي العرسات دي لن مع الأسف نحن ندير بحل فلان وندير بحل فلان ولا أستاذ تضعوا اليد على أشياء مهمة جدا الحمد لله في جريبتك والمصار مهني ديالك وشنو خلطي مع الناس فعلا أشعر نتشرف بوجودك معنا أن فعلا تراكم الإدراكات التي لديك والتجارب يعني عشتي ناس وجلتي وفعلا هذا ما أعطيك الآن كدورات كوينية فهو يلامس شي عندك فعلا راصي ديالتجارب وديال الخبرات ليس سهلة طبعا وعني اللي هو يعطيك هاد تحليك تسجول وبالفعل كان لقوا عالي محمد في النازة أو كان لقوا عالي في الميديكامو أو تكشي ديال الفيغيس وكذا لابسوا واحدة تريكو هكذا ديال الكل وحلقى مجاعة عادية وخارج وربما عادي انتوسط مثل ق النقي طبعا منحسوا بنقص الشخصية ولا هذا كله من تربية كما اشرت في البداية من تربية ديالنا ومن التقالي المجتمع ديالنا اللي رصخ فينا الناس ودات ديالنا وهذا كي يعطينا فعلا ما يسمى ازدواج شخصية سبحاني وبركرة ومجدلكم تمهيد في نقطة مترقية التمرير اللي احنا كنا بغين نديروه اليوم قد إن شاء الله نديروه بطريقة الآن يعني مختصرة وغدينوه إن شاء الله وتصفتو لي النتائج ديالته وغين نشرحه وتصفتو لي النتائج دياله إن شاء الله باش نحللوه في اللقاء المقبل لعوني الله يتبرك عز وجل إذا تكلمنا على الدات شكرا سيفوءاد بعدها شكرا لأوزر يعني الله يحفظك إذا الدات الاجتماعية الدات المدركة الدات المثالية الآن وانا باش نطوره الدات المدركة وانا باش نطوره يصبع النندرا فعلا راشيدة وستفوهاد تكلم على النج لباش نشوفو أحمد بالكرم في العلاج المعريفي والعلاج السلوكي والعلاج الانفعالي هدو ثلاثة قدي نشوفو كيفاش نحققو النج المعريفي الانتلكتير ديالنا والنج يعني نفسي يعني سنتيمون ديالنا والنج السلوكي اللي هو السلوك على بره هدو ثلاثة تريونج ديالمرسدس كيفاش ننطجوه باش نوصلو أننا صبح ذات المدراكة ذات المتالي متقربين ونخرجوا للمجتمع بداتنا الحقيقية وليس بالدوات المزيفة أو نعيشوا ذاك انفصام الشخصية ونعيشوا عدم التوافق النفسي اللي كي يعدبنا ويمردنا وهو اللي كي يجعلنا صدر الأمراض كلها هذا عادي نخرج عادل نها نصير عليها كما يقولون المغاربة ويجدودنا الولانيين ما يبقاش على نذاك وهذا اللي سيكون في تطوير الدرس صحبابي الكرام ما دمنا ما عندناش هاد الانسجام في الدوات دينا اللي في علم النفس ما عندناش دات وحدة حقيقية غدين نبقوا معدبي وغدين نبقوا عايشين حياة دي الأزامات النفسية دي الأمراض العضوية إذن قدين ندوزوا الآن نديروا واحد تسمرين قدين نمهدله قدين نديروا شذرة قدين نتصلوا فيه ديروا البحث يا حسن تصرفتوا لي النتيجة ديالتكم عشنا بدت اسمي فهد العجلة العجلة أحبابي الكرام شو قدامكم هنا الأمور نحن الوسط عبارة على بني آدم عندنا السلوك ديالنا لأفكار المشاعر والروح فقط شي كامل كنا كنا نتسقوا بجموعة هذه الأمور ومازلنا من الأسرة فلنش تربينا من دراسة والتانوية والجامعة فلنشقرنا الإعلام اللي يسقينا 20CAT سير 20CAT نحن نريد بعض بورتال نحمل العالم كله بين أيدينا نسق يوميا كنا نتسقوا بالإعلام بجميع الأفكار الصور النمطية كتوصلنا ثم هناك شيء طاقي اللي هو نسميه الأفكار المتناثرة عبر الأثير وهذا وليس نشوف الجانب النفسي هو كتوصل قاس كتوصل 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 طاقة كتوصل بإيجابي كتوصل بلسك من الرئيس من ما هو هذا على حسن الانتواج ديالك وحسن الطاقة التي خلتتها في التحرك ديالك فلنش كنت كتوصل تسمع الناس وتخل تقول تنفخري الطاقة السلبية أخذتك أفكار سمعتها أجواء شتيها مناظر لذلك نحن في كل وقت كنت تسقاو بهذا بهذا ربعا لنا إذن كنت تسقاو هنا بمعنى نحن بحرح الضاية في عيون كيسقيوها وعندنا مخراجات يعني حقوقتي التجليات ديالنا على مستوى الروحي على مستوى النفسي على مستوى الفكري الجسادي الأسري الاجتماعي المهني والمالي ثمانية ديال أبعاد هاد الجانب كيسنا تسقاو كيف نطلب من نديره صفية صفية عد شر صفية عد خود الجانب الوسطاني اللي هو شحواج راس خلفية حسنا نشفنا على سيحاسان نماط ديال التسكير حسنا شحواج فينا أصلا راح فينا تسخات فينا وداخل احتل النوخع تحركنا الاريال بلون ديال الشخصية ديالتنا تقرص تأخذ قرص معينة تصرف معينة تقول أنا هكذا أنا هكذا كما قال سيحاسان أنا هكذا ولكن تمشي هكذا إلا عرفت تدير كتنقية وتجباد وتخمل راسك عود ثاني كما راح خواتنا الفتيات والنساء كعرفت كلمة تخمال نخمل الدار شان نخمل الدار حاولنا نهزو كل شي وندربو رتيلة ونصيقو والبنز المطاقة القوصة نحكوهم لشكل نديرو التخمال ديال دوات ديالنا وهي التنقية ومن بعد نديرو التنمية لنعنى هاد العاجلة أحدا بالكرام اللي قدامكم مش نختم إن شاء الله غادي بديرو تنقية ديال كل باب من الأبواب اللي قدامكم نحضوا معي مزيان مثلا بدو بالجنب الروحي هنا هوا الروحي هاد الروحي لدينا من بالغسط ديال الدائرة سفن لدينا واحد شج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة الجنب الروحي غايتقو مداتك غايتقو مداتك لزيل نديرو نحن بكرة جوجة النوساخ سفتولي نسخانتوما ومن بعد نتلقى نشرح لكم نديرو نسخة أخرى عودتاني نديروها أونلاين سفتولي نسخة ديالتكم نشوفها ونعلق عليها ومن بعد نديرو نسخة أخرى بعد ما تديرو تعرفوش كالقصده ألاش نقوم مداتنا نديرو عودتاني تقويم آخر لأن كما لكم سيحصلين على هيرمن دوزو أحد المدار عودوا فتشوف رأسكم عودتك كلما تنمى الوعي ديالنا كلما كتصبح صورة ذاتية والذات المدركة عودتك تطور هذا هو اللي يبغينا هذا هو اللي يبغينا لا هيرمن ولا العجلة ولا بيتي قالوا غدين دلو معاكم دلو عودوا دلو عودوا ونصلتوا للذات الحقيقية للذات المتوازنة والسلام الداخلي وراح تلباد إذا قد ما بيكرام غدت نقطو درسكم تحطو كروا كروا أنا مثلا تحطو كروا مثلا شوح قال أنا في الجنب الروحي ثلاث سيامي على أقسيم ما علينا خلقني الذكر ذي لي أنا لبع سبي غديمشي هنا هذه البلاصة ويحسب 1 جوج 3 4 5 ويقوم كروا 6 مثلا شوح متوسط شوح تحسب رسول متوسط عشره يدير عشره يدير عشره يدير عشره إذا كان زيان مع الله غدي يدير عشره مدوم الجانب الأسري العلاقة الأسرية خاصة بين الزوجين والأبناء ستنقط رسول إلى أي مستوى تحسب رسول مرتاح داخل الأسره ستعطي رسول على عشره أو تنين الكروا سبعة عشره خمسة ربعة سعود طب رسول الجانب الاجتماعي علاقة مع مقابل الناس علاقت الكوميونيكسيون المهم قوة رسول لنشرح بزاف نخليكم تشوفوا نفسكم دات المدركة عندكم شنو هي أنا غير أستخدم غير رؤوس أقلام الجانب الاجتماعي عود أعطي لقيمة ديال الجانب المهاني من اسمال الذي عنده خدمة والذي يقرأ من اسمال الطالب الذي معنا الدراسي يعطي عود ثاني مثلا أنا كأو أستاذ مثلا شحان نعطي الرسي على العشرة في الارتهاح في العمل لي حلقة مع الكوبا في العمل مع المدير مع الكلام مع الآباء في العمل لي ما نقطع الرسي يعني كل المويا يستطيع الآن والسبعة إلى عشرة وش غير الخمسة وش جوج على العشرة وش عشرة على عشرة أنا حساب ما يمكن أن يرى في العمل لي لي السلسيال السلسيال يبدأ من الجيران الأقارب الأصدقاء احتى المجتمع هذا كيك احتى العمل داخل فيه لكن العمل هو العمل الطافي ديالك ولا لاتي ديالك الأخوات اللي ما عندهم ش عمل السلسيال ديالهم يعني العمل ديالهم اللي هو المهلة ديالتهم ناخل أسرهم يعني اللي كانت الأوم رباته بيت رأى عمله رباته بيت تقوم رسلا من ناحية مهلتها قبل أسرتها قد تراعي ولدتها فهذه المهنة ديالتها الجانب النفس حبابي كرام مهم جدا هو الارتياح ديالك إلى أي مستوى تشوف رسك مرتاح نفسيا لانفعال ديالك ردود أفعال ديالك تأثر ديالك بالموحيط بالأحداث إلى أي مستوى انت نفسيا تشوف رسك أنك تعطي رسك نقطة الجانب النفسي والراحة النفس وراحة البال والطمأنينة الجانب العقلي حبابي كرام مهم هنا هو المعارف ديالك وديم قدو أعطي تقول جانبين الجانب اللول وشك تقرأ الكتوب مزيان اسك تقرأ العلمياء والثقافياء والقصاص تتعمر ثقافة ديالك إلى أي مستوى والجانب التالي في العقلي وشك تحضر دورات 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 دورس إتتتغى الجانب العقلي كيف تحضر العمورية ديالك إلى أي وصلة إلى أي مستوى ترك من طمأن هذا الجانب الجسدي فيه جوج التغذية ديالتك وشك تأكل وشك تأكل كلام مكلا متوازنة وشك تطرح السؤال وشك تأكل كنتطرح وشك تأكل وشك تأكل وشك تأكل صافي كنت أعمر الكرش ديالي والجانب الأخر هو الرياضة والحارة والسفو وش عندك حض من المشي من الرياضة تحرك من الأمور ديال دور الدموية تتغى لنك الجسدي كيفش نتدير وش عندك أمراض وشك تأكل إلى أي مستوى تفلصت في ناحية الجسدية أما المالي الجسسيون منطقة الجانب ديال الفلوس وشك تقدر ديال الجسسيون ديال المصروف ديالك منسبة التلامد أو كده الطالبة اللي معانا يعني يعني كنت رب أسرة وشك تقدر تتكمل الشهر ديالك وشك تتعرف دير التوفير وشك تدير شوية الصداقة وشك تتعرف تتلاجيسيون ديال الفلوس أو لا إذن هاد النظرات تسكنح بالكرام وختاموها إن شاء الله هي كل واحد فينا يتبع هاد الورقة هادي ويدير ديب ومبعد يجمع ديب ومبعد يجمع ديال هرمن ما جمعهم هاد نظر سين هاد جمع هاد مع هادا هاد مع هادا هاد مع هادا هاد تتصبح واحد ديال كتسمى المضلع ثومان الرؤوس بوليغون ديال وي سومل وصفتوا ليد تصويرها في الواتساب في الموقع لنا إذا بغيتوا وإن شاء الله نديروا على التعليق في الحصة المقبلة إذن أبي كرام كيش يتدخل أو كادا إن شاء الله باش نختمون إننا سيحة سان مع ديرها تجوزنا الوقت شوية لإننا قد نوضح للأحباب لشنا عندنا ولكن إن شاء الله قد ننتظر هذا إن شاء الله السئلة سؤال مرحبا وتصفتوها إن شاء الله لها إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل نطلب الله تكونوا استفتو في الحصة دي اليوم ودعاوتكم معنا جميعا باش إن شاء الله نستمروا معكم في حيازة جديدة والختم بسيدي حسان شكرا لنسيبوه شكرا لحضور كريم باختصار كينشي سؤال كينشي نقطة إضافية بيضيفها واحد من المجموعة مرحبا هو يرى القادية باش نضيف واحد الإضافة والقادية اللي قال لكم سيبوه والقادية كاملها من الأشياء اللي تتكون عندها الدوافع دي للتغيير راكي مجموعة هذه الأشياء في شكل دي الحالة الإنسان كاملة لما نكتير كتير كتير ولكن راكون على يقين إذا ما كنتيش عندك دك دك النقلة في الوعي دي لك تكون على يقين دك تغيير غير دير أتيكونها أتيكونها لدي المناسبة هنا بنتي يقول لك من أفضل الأشياء باش هنا تكون عندي واحد لحركة الصعودية في الوعي دي هو أخصني نكون دك التقبل الحاجة بأنه هذا هو العنصر أكتر أهمية إلى بريد أن تتغيير وإحنا حتى نقول لهم حتى نكون تخدموا بشي حويجات شي حاجة سيونطي فيك شي حاجة نقول الواحد نقول لهم بنتي أخوي دك لك لك قد تلع عمر حيط لك كان عمر بزاف دونك رأي حاجة تتعني بطحها في الأرض مع دونك لك هنا باش ما تكون تقبل تقول لك تقبل في الأشياء ونحن نرى مش مو عادية المستوية في الواعي كيف هذا الإنسان إمتى أصلا أنا أنا عارف راتي تنتغيير هو من الأول أول أول مستوى التي يقول دك هوكينز التي يقول لك من أن تنصل إلى واحد المستوى يعني تنحيد إلقاء يعني بإن مسؤولية سواء أفعال سواء المشاعر سواء المعتقد دي أنا اللي مسؤول عليه كون علي يقين باش هنا نخرج من القضية الضحية حيث هيا الضحية تقول لك اللي عايز لا تقدر تقول له هي اللي تتخل لنا نبقى في واحد لازم تكون فور وضوك والثانية هنا شوف شوف باش بدأ الدكتور هاوك زاب خاب خاب خادي 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 توصل لكم أنا واحد واحد حصة فيه توصل للفوق القمة دي الهرم والقبيل الاستنارة كين كل ما هو روحاني كل ما هو نقبيل الانبياء سبحان الله هم اللي عندهم ديك الخيصلة وديك الصفة هم اللي عندهم دي الاستنارة وشي حاجة روحانية اللي صعب نوصل كذلك عندنا الحويج خرين اللي باش نتغير هنا اللي هي قليلة عند الناس هو يكون عندنا دك قوب المحبة من طرف آخر وعطاء المحبة من طرف آخر ودك التسامح لمشروط دونك إلا كان عندنا ده الأشياء كأسلوب في الحياة دونك كون علي يقين راغ تدير واحد خطوة ديرك في الوعي دونك هنا باش يكون شنجمو قصني نتقن ذاك شنجمو من آل أب في الوعي داني نتقنها لأن هذه أشياء حيث لجنان دواء وحيث الوعي لجنان دواء ونفو ديال الميد سين طيب ونفو الوعي وحش وحذر غايف تبوك ما تنقش مع الوعي ولكن ونفو في منظور فلسافي منظور روحاني منظور منظور تغيير الكيال البشري مشكلة ونحن كل جنرات تتمش بخمسة في المياه في النقل الوعي ونحن من المشاهد التلفزيون ومن الشركة في الانترنت مشكلة الله يكون في عوان ولادنا مشكلة لهذه الأشياء لذلك نتنشوف نتنمكز أهدفنا كل ما هو مادي ولكن هناك شيء الكثير لكي نفهم ديك نفهم ديال الحياة ولكن شيء شيء تدخل مرحبا شيء إضافة مرحبا شيء مرحبا شيء مداخلة أتذى كيرا سيحة سيد حسن تبارك الله عليك الله يبارك فيك أستاذ الكريم أجبتني الفكرة الأخيرة ديال التلفزيون أتبعه هدك هو أخطر قنبلة كينا اليوم في البيوت ديالنا لأنها تدخل بلا استئدان مع الأسف الأطفال ديالنا هما ضحايا رقم واحد لأن اليوم مني تنشوف الإعلام ديالنا والإعلام العربي بصفة عامة تكرس واحد الفكرة ديال أنه تنبقى تنظر في واحد دائرة اللي هي مع الأسف دائرة سيلبية لا في البرامج ديالها لا في المسلسلات ولا في البرامج مكينيش برامج ثقافية بين قوسين تنقول هذا الإعلام طبعا فاقد الشيء لا يعطي بلا نحن هذا الإعلام تحدث راتيش كل واحد خطورة داخل بحل يقول داخل البيوت ثانيا حتى الأباء اليوم داخل يعني مع الأسف تنقول ما شي أي أب تيصلاح كل أب أم تتصلاح كل أم هذا جان ثاني شح اليوم مع الأسف هي ولد وتلقي الزنقارة المهم مرأة الموضوع معروف ثاني تم تم تاقل حتى المدرسة مع الأسف كذلك تلقى خلا واحد لم تبقيتش عقل شكو اللي قال ها قال لك أنه في دول خاليج تمنعوا المرأة باش تسوق سيارة وفي نفس الوقت ما تمنعوش على أنه اللي يربي لهم أولادهم هي الأم يعني تنجيبوا اللي يربي لنا أولادنا في منطقة الخاليج تتلقاهم تيجيبوا ذك الأسيويين في حين أنه مثل منعوه البرأة باش توق سيارة وهذا ولي وقع لنا تحنا في المغرب أننا سنسمحو أننا نجيبوا خادمات بين قوسين اللي سنعطوهم ولدتنا فلدات الكابت دينا وفي نفس الوقت يجيب لنا الله بأننا راح نشر نحواج ولي خرج نحواج راح نتنته الله مع أننا بداية هي بداية خاطئة ولا لا أستاذ فعلا فعلا لأننا كل آباء سيطلبوا التربية أغلبهم سيطلبوا رعاية من قبل والدو تبسو وكل تدو وش كل شي هنا كان رعاية من تنجيل التربية يعني من تنقص التربية هو الشخصية ديالي الشخصية ديال المجتمع ديال ديال الشخصية ديال مو من قصي يكون معايا التواكي قلتي يمشي معايا النصلا لأن لا يوجد ذات نتيت برمش وكي قال الأستاذ الكريم إحنا باش نعرف إلا باش تعرف رأسك واش أب ولا أم زيان هو تقول أنت تدخل المنزل تتحول عندك المنزل كعرس ومن أنت تكون خرج تتحول عندك كجنازة كجنازة دون كون علي يقين تتعرف أنت أب رحوم ومش محترم محترم تتخلي في الإدارة تتخلي في الشركة تتسلق سلام وخلي تمل وإدارة بوحده ولكن تقول كون رحوم وكون رأوف على الوليدات دون هنا تدخل الولاد وكين شحن من زي يخرج باهم العمل والموت يقول الله تهنينا منا هم لا بغا لك شم كرو ولكن يرتاح منك مجموعة هذه الأشياء دون هذه الأشياء اللي كين وهنا الوليدات دينا خاصا من سبع سنة وتلتحت يتدب نقول لك من العشرة لتحت هذه الأفلام التي تدارو تكون برمجة لأن الطفل ديم مدمغه محلول يكش تحنى الطيطة التي تنعط تنحلم بها ذاك الواعي التي تنديرو إحنا بالإيحاء باش نبرمج ونديرو شي ولدات وللأسف تنقول لم يكن البادل ولكن على الأقل نحن فهم على واعي لأن الشكل الذي يقول لك أنا تنتوطر تنتقلق ضغير وتنغضب وتندير الكلام من بشكل ولكن مدون واعي مشكلة عندي أنطح ديما في الكراش تنقول ديما في الكو ديما ما عنديش ديما مشكلتي ما من خرج منه ولكن على الأقل كنت قدرت يقول لك هذا كمشكلة تحوله بأنه تحوله هدف تحوله مين تحول مجموع هذه الأشياء التي يفصل لك هناك مثلا مغرب التي تقول تتقى التي تتنع ستتطقط دكرة هي هذه إذا تتطقط هو على واعي تتنع ستكون تتفاق في الناس كون على يقين كون غيب على الواعي دك دك هذه الأشياء حيث نحن ستتلاحظون من خلال هذه الحصص التي تنضر هذه اللقاءات تقول تتوقع شيئا يكون عن طرق شركيا بشر تنفعله ولكن تترك إليه تقول أكو ستغل لكي نفعل هذا لن لا يجب هذا ديالوج داخل الحوار داخلي بي نفسك ستنع بالنسبة لك وذكر الحياة ترى سهلة إلا فهمت الحياة يعني وتقبلت الحياة ومشيت عليها بوحد سويلة ستنشي فيها مزيئ حيث نحن تبرمجنا الله يكون في عواننا الله يكون تقول لك نحن نسلكه نقول ندوره لدينا السلك إلا تبع ست تنشي فيها تنشي فيها تدير تحقي وكي الكثير فإن شاء الله وغادي نوعه به وذك عجلة الحياة التي أعطاكم سيبوه رأى مهمة جدا جدا غادي تلقى واحد توازن توازنها ما سهلش دوق هنا بحل بتترفع درجة الوعي ديك أشنوكين احنا شنا هيرمن شنا شي حواج وكونوا عليقين في المن ديرو شعصان شبت لكم هيرمن وفي المن ديرو شعصان شبت لكم عجلة توازن شي شوية لا تقوم بشوش علاش خدامين هلك وحنا تنطلع مستويات الوعي أنا حتى لابدت نخوض واحد الخطوة للأمام لنعرف علاشو أخذها وعلاش بيتمشي لها لان عندي رامج مو عدية الأعراض تحقو كينين في حياتي ولكن ما هو السبب ما عرفته حنا الشبق عنا تجي تتحط الهدف ولول وكنت ما عرفت يا عشنو نحط الأعراض اللي عندي ونحط الأسباب لسببت الأعراض عاد نحط الهدف وعاد نشوف الموارد اللي عندي داخلية وخارجية يعني نفسية ويعني في الموحد ديالي وعاد ولا أجل نشوف هذا الشي كامل ما نشوفه أنا كفرد كشخص لأن فرد ما عايش أنا بوحد في الدنيا لأن فرد بوحد رأع عندي الإكستيريور ولكن أنا عايش في الاندي بيدي عايش مع المجموعة وعايش بوحد هنك هنا كينشي حويجات نشوف مجموعة ديالزا وما نشوف أنا تحو تروا سوف نشوف 5 دي 5 ديمونسيون عاد قدرت تعطيني سيد حسين وي أستاذ الشرخاني السلام عليكم بيتن بيتن لواحد ملاحظة بيتن لواحد ملاحظة قلتي قبل أن الإنسان يمكن له يعني بحالة ما راحل يعني تقوير بديت حتي حتي تسامح تسامح أرغ من الأشياء حيث أنت أصلا تدجل بنفسك ما مسامحش مع نفسك لا كملا أستاذة تصرح أنا أعرف أن التسامح تسامح مع نفسه مع الغير غير التسامح مشروط يعني تسامح قلتي بالضبط تسامح لا مشروط يعني هذا المصطلح لا مشروط لا لا حتي باش ترتقي بموسوية الوعي ديالك ألا ما كنش تسمح وكان ذاك العطاء الآخر كوني علي يقين ما كنش تطوير الدات لا ولكن وش ضروري أنا واحد الإنسان مثلا أنا ما بغيش نتعامل معك ضروري نتعامل معه لك تخصي باش نتكون متسامحة لا 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 ماشي ماشي بالضبط تتمشي عن تش تقول أنا تسمحت معك وان لا تكش بين ومن عقلي بين بين نفسي بين نفسك كما شي ضروري تتسمحي مع نفسك والأول بيننا صوائية كل شي حيث أنت تتسمحي را تتعرف مين تتدير عندك تقصر فهذه وفهذه وفهذه تقصر التعامل تقصر فهذا تقصر ماشي تتسمحي مع نفسك بعدها والأول بحالة تتنقي رأسك وشي ماك هذي هذي كين ظلم تشي حاد انتي تطلبي السماح وخم شتي عنده ديليكس أما لمشي تقدري دير علاش بتحينتي هبشي باش رتح وباش رتح بالدرجة اللون فهمت عارف أنا فهمت قلت لك زعماء غير باش نزيد وا شوية في التسامح التسامح أنا سامحت مع ذاك اسمحت لذاك الإنسان باش نرتاح أنا الله سبح وعلى الله قال لنا عفو واصفح غير أن هاي المسألة هذي زعمال اللي وقفت علي للمشروط يعني ماشي بالضرري أنني منيكون متسامحة وانا سامحت لواحد إنسان لا تسامحة مع نفسي ولا تسامحة مع ذاتي أنا عارف راتي شو كان دير أنني خصني نستمر في العلاقة هذا ما لا أظن أنه يدخل باقي تسامح والله أعلم نقول له واحد سيد واحد زوج ضم واحد زوج وتعد دع كل شي للأسف كل شي الأشياء التي نتلك في حياتنا وطلطنا في حياتنا مرتبطة بالعبد وكون علي 35 من مرتبطة بالعبد راتي ديني عبد نيت هذا أول مشكل هذا مشكل وإحنا فهمنا القادرة كل شي مع الله كل شي يتحرك حيث نقوله دبر الإشكالي ونتنقص كل شي مادي أنا احتر رح لي ما عندي مع نفسي وفي أسرتي معه الذي أنا مشكل حسن مزين عجبتها من سبيل سيدة شرقاني سيكون شاء الله التفاصيل فيها بعمق أكثر أستاذ سيكون في السياق هو غير فقط كلمة مرش في السلفات النقيطان إنها أخصص تفصيل لأن الجانب للتسامح هو بشكل الإنسان كيفرغ التاقة السلبية اللي الداخل مقدمة الواضح ومثال إذا كنت شد في قلبك على جهة معينة ما يريد أن أسره أو لا في العمل اللي بغير يكون شكل يتعد هو أنت أنت لا لديك التوافق النفسي لمعنى لا كان مزيف وكان حقيقية كتباني كمجنع قبل عن النبي سالسل قال لهم دعوني أخرج إلى قومي سالم الصدري بمعنى أنا لم أرد طاقة السلبية لدي توجد الشخص يقول أنت قال فيك وقال فيك كان خرج لك أنا وقف معه كان تتكلم معه ومار كان تعامل معه وداخل يقول بمعه اخذ تقول بمعه كذا تكون تتصرف فيي ومعه هنا عندي توفق نفسي فما هو رماني قال يقول يقول وقف كلمتي وماذا انت يبغي عندك ازدواج توفق نفسي وتتتعدلي ونجد التسامح معه حسن ومعي سيحصل ومعي ستشوف إن شاء الله دوا ونغل بغير خاص ب caso توضع ولفدة الاجتماعية لست مطالبة شرعا وعقلا ومنطقا واجتماعيا تعاملي مع واحد شخص لي ما ركبش معاه في الناحية ذي كي يبقى ادفع بالتي أحسب تولا وصف عليهم بيدا الذي بينك وبينه عداوته كأنه وليه الحميم ولكن شرط ادفع وما يلقى إذا الذي متباره لكلام بقية إن شاء الله لكلام بقية اليوم عباكم كنتم شو معنا العقل وغير على جدرنا غير تهمنا كنوا مطمئنين بوثو غير تغسطيس في إن شاء الله رب العالمين بفضل إلى قوته هنوصي حسان غير تاخدوا فعلا باش ترصار في دماغكم وغير تاخدوا إن شاء الله المادة كاملة وبإذن الله غني نقيسوا جميع الأوطار لكتهم الدات باش نوصل إن شاء الله الدات اللي هي ديلة اللي يبغينا إن شاء الله مع الله صلى الله عليه وسلم راضية راضية الله يكرمك الله يكرمك أصدر شرقاني هي هدي شكرا كرام الله يكرمكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع وداعوك المعلومات أصدر شرقاني سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزتي عما يصفون والسلام على المنصرين الحمد لله رب العامل شكرا شكرا أمسيا يا شي الله أكبر